أكد وزير الدولة محافظ العاصم عدن أحمد حمد لملس أن تحسين البنية التحتية وتطوير وسائل وأليات العمل وتسهيل الإجراءات والمعاملات في المنافذ الجمركية مرورة ملحة لتنشيط وتفعيل الحركة التجارية ولفت لملس خلال ترأس اجتماع موسع مع قيادة وكوادر وصلحة الجمارك إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع والكل مطالب بالتعاون والالتزام بتأدية واجباته وأكدنا عملية التصحيح والتصويب أصبحت ضرورة للحفاظ على ديمومة وفعالية النشاط التجاري في موانئ ومنافذ جمارك العاصمة